موسيقى استخدم تقنية هولوغرام في حفل افتتاح ملعب نادي استوديانتس دولابلاتا لكرة القدم في الارجنطين بعرض اضواء ساطعة شكلت هيئة اسد بتقنية هولوغرام وشهد الجمهور الحاضر في الملعب الاسد وهو يتنقل بين ارجاء الملعب الرياضي دون ان يتوقف عن الزئير واحتفل انصار النادي بالملعب الذي منح له اسم يورغ لويس هيرتشي تكريما لرئيس النادي الحامل الاسم بين عام 1927 وعام 1932 وكان فريق استوديانتس دولابلاتا قد لعب اخر مرة على ارضية هذا الميدان سنة 2005 قبل ان يتقرر اغلاقه لاسباب تتعلق بسلامة المشاهدين والهولوغرام هو تقنية فوتوغرافية تسجل الضوء المتناثر من جسم ما ثم تعيده بطريقة ثلاثية الابعاد واستخدمت تقنية الهولوغرام من قبل لتجسيد ظهور شخصيات شهيرة في اماكن مختلفة منهم المغنيين الراحلين مايكل جاكسون ويلفيس بريسلي اشتركوا في القناة